عربية الاساء مشاهدين أهلا بكم إلى هذا المجز وإلى عنوين أهم الأنباء وزارة التعليم العالي تدعو الجامعات للاستعداد لنمط التعليم عن بعد كانت هذه أهم العنوين والآن إلى التفاصيل وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى رؤساء الجامعات بالمملكة تدعوهم فيها إلى الافتعداد للاعتماد التعليم عن بعد وتوفير المواد البداقوجية السمعية البصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة تحسبا لأي تطور سلبي محتمل في الحالة الوبائية بالمغرب ودعت الوزارة في مذكرة وجهتها لرؤساء الجامعات إلى اتخاذ التدابر الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البداقوجية خلال الموسم الجامعي الحالي تحسبا لكل تطور للولعية الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة من جهة المملكة وذلك عن طريق تحضير أماط بداقوجية متنوعة تلائم كل تطور محتمل للحالة الوبائية وطالبت المذكرة هيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية بالجامعات لمواصلة مجهوداتها المكثفة من أجل توفير مواد بداقوجية سمعية بصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة وذلك ترصيدا للمكتسبات التي حققتها الجامعات في ميدان التعليم عن بعد منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19 كما حثت الوزارة الرؤساء الجامعات لعطاء تعليماتهم لرؤساء المؤسسات التابعة لهم من أجل مواصلة التقيض الصارم بالتدابر الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البرتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالية اشتركوا في القناة